من جهتها كدامولود حمروش رئيس حكومة أسبق أنه لن يترشح لتولي مسؤولية في المرحلة الانتقالية أو في أي انتخابات رئاسية مهما كانت طبيعتها وأكد حمروش في باين أصدره اليوم ردا على الاقتراح الذي تقدم به الأمين العام الأسبق للأفلان الذي اقترح اسمه كمرشح للحزب في رئاسيات إلى جانب عبد العزيزة بالخادم وعبد المجيد تربونة أنه لا يطمح لتولي هذه المسؤوليات مضيفا أن رده على ما تناولته عدد من الوسائل للإعلام ومواقع التفاعل والتواصل الاجتماعي حول ترشح الانتخابات الرئاسية المقبلة